أنه له أبناء إخوة من ذكور من هنا ومن هنا وله أخت مازالت تعيش وأخت أخرى توفيت عندها أولاد هو دا كلالة اللي هو ليس له والد ولا أبناء يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك لو هي أخت واحدة يبقى ياخد نصف طيب اللي عايش لها نصف اللي عايش لها نصف أبناء الذكور ما هو لسه في الأخت دي هي ماتت بعده لو ماتت بعده يبقى فإن كانت سنتين فلاهم السلسان مما ترك لو هي دي ماتت بعده يبقى الأختين دول ليهم التلتين في زكور بقى أخ له ولدان الله يرحمه مات قبله وأخ تاني له ولد خلاص ألحق الفراء ده بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر يبقى البائسة ياخدوا لهم أولاد يعني ننظر في التي توفيت ماتت في حياته ولا بعد حياته ماتت بعده يبقى ليس لها مراص يبقى النصف للأخت للأخت إن كانوا اتنين يبقى لهم السلسان والباقي ما فيهوش بقى ملوش إخوة ذكور لو ليه إخوة ذكور يبقى ليه أبناء إخوة ذكور يبقى ياخدوا كل المراص لو هو ليه أخ ذكر يبقى هياخدوا كل المراص للذكر مثل حظ الأنساء بل همش بقى يبقى دي تاخدوا النصف أو لو اتنين حياخدوا التلتين والباقي ينظر لأقرب ذكر له فيه تلاتة لو هو أولاد إخواته أولاد المتصلة اتنين وولد ابن واحد برضو من اللي مات والله يرحمه بتلاتة كده أولاد المتصلة اتنين وولاد ذكر ما هو أولاد المتصلة ذو الولاد ذكر إنه أخ ليه مات الله يرحمه برضو لا لا هنا الأولى رجل زكري أبناء الأخ أولى من أبناء الأخت أبناء الأخ أولى من أبناء الأخت جزاكم الله خير أيها ياخدوا الباقي يعني أيها تمام شكرا